ولمناقشة الموضوع معنا من الجزائر المحلل السياسية دكتور العيد زغلامي مساء الخير دكتور أهلا بك قيد صالح يقول أن الجزائريين خرجوا عن بكرة أبيهم دعما للانتخابات هل يعني الحراك أم يعني المسيرات التي خرجت ربما بأعداد قليلة التي تنادي بتنظيم هذه الانتخابات والإسرع فيها شكرا أعتقد أنه يتكلم على كل الذين خرجوا سواء من أطراف من الحراك أو من غير الحراك والذين ينادون بإجراء الانتخابات في حينها إذن فهو يتكلم على الحرب الشعبية لكن الحرب لا يطلب بإجراء الانتخابات دكتور حقيقة أنا قلت هناك تم طبيعة الحال تنظيم عدة مظاهرات مؤيدة خارج إطار الحراك يوم الجمعة ويوم الثلاثة هناك طبيعة الحال هناك مظاهرات قلت تم تنظيمها من طرف جهات لا يعني عن أسميهم وهذا يدل على أن هناك بعض الجهات يعني تحاولوا أن تثمنوا أو بالأحرى يعني تؤيدوا المؤسسة بديهي أن الأجواء احتقنية بانتياز أجواء التشنج وأجواء من التوترات وهذا يعني ليس عامل يدافع على إجراء الانتخابات في ظروفها بديهي أن الشارع الجزاري منقسم دكتور يعني هل يمكن قول أن السلطة تصدق أن الانتخابات هي الآن مطلب شعبي ملح وبتلك الصورة التي تتحدث عنها هو حقيقة العملية الانتخابية جارت بوتيرة جد سريعة وأقولها بطريقة قيصرية يعني وهذا هو نظن الذي يعني تفاجأ لجميع بحيث يعني بعد خروج آلاف والملايين من المواطنين جزاريين في 22 منذ 22 ففوري فمطلبهم كان طبيعة الحال المادة 7 و 8 وهي المادة التي تقول بأنها يعادة طبيعة الحال السيادة للمواطنين وهذا ما هو حاصل الآن قضية أعتقد كملاحظة الأحداث القضية هي لا أحد يرفض الانتخاب كل ما في الأمر والانتخاب هو طبيعة الحال مخرج استراتيجي لكن الإشكال اللي قائم هو هو الإشكال حول كيفية يعني تهيئة الظروف الملائمة والتلطيفها لكي يتم فيها العملية يتم فيها الاختراح الانتخابي بطريقة هادئة هذا هو نظن الأساس والبعض يقول أنه خطابات السلطة تحمل بعض الاستفزاز للشعب الجزائري وهذا يزيد من درجة الاحتقان ما ترجم عبر عديد مظاهر منع المترشحين الخمس من تنظيم تجمعاتهم الانتخابية هذا وارد على أرض الميدان ولكن خليني نقول هناك هذه فرضية مفادها أن طبيعة الحال شريحة من المجتمع رافضة جملة وتفصيل الانتخابات وهناك شريحة أخرى مؤيدة وثالثة شريحة الثالثة هي شريحة المترددة أو لحد الان ما يسمى بالأغلبية الساكتة أو الصامتة إذن هناك إشكال قائمة فكاناك ملاحظة الأحداث المشهد الجزائري يقول أن هناك ثلاث مواقف قائمة هناك من يؤيد هناك من يعارض بطريقة تلقائية أو بطريقة حازمة والمجموعة الثالثة هم الذين إلى حد الان لم يحتكم أو لم يقرروا بعد وما زالوا في الطرابد كلما في الأمر الآن على أرض الميدان حقيقة لاحظنا وهو الثالث الأيام من الحملة الانتخابية التي فيها 21 يوم لاحظنا هناك تشنج وهناك ربما احتجاجات من طرف المعارضين حتى إلى درجة أن نوقع فيها بعض الشتم والسب وربما حتى أعمال عنف عنف وهذا بديهي أنه لا يقبل ولأن كلما في الأمر أن من جهة السلطة المستقلة وحتى كذلك المؤسسة العسكرية كانت دعت في وقت لاحق أنها مطالبة أنها تدعو إلى أن تتم العملية الحملة الانتخابية في عدم استعمال العنف وأنها مطالبة بضمان سريان العملية الانتخابية بطريقة سليمة ولهذا نرى نوع من التشنج بين القوات الأمنية وبين الذين يعارضون إجراء الانتخابات في حديداتها إذن هذا إشكال قائم ولكن خليني نقول فقط هي ما هي إلى بداية العملية فربما قد تتحول أو تتغير أو قد تتبدد وقد تقل الحدة في الأيام أو في الأسابيع القادمة اللي هي الحملة مدتها ثلاث أسابيع نعم لكن دكتور الآن كيف ترون تعامل السلطة مع هذه المطالب هناك يعني شبه استفزاز للحراك لبعض الناشطين وحتى من خلال خطابات يقولون أنها تتشابه كثيرا مع مرحلة الدعوة إلى العهدى الخامسة لعبدالعزيز بوتفليق الرئيس المستقيم حقيقة هذه قراءة غير خاطئة لكن قراءة السلطة أو المؤسسة التي دعت إلى هذه الانتخابات لديها معطاية أخرى كلما في الأمر أن على أرض الميدان هناك فجوة أو هناك طبيعة الحال شرخ في المجتمع الجزائري شرخ في كثير من الأوسط كان من يدعو إلى إجراء الانتخابات وهم يعني الآن يعيشون أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية فيحب ذونا أن تجرى الانتخابات وننهي المعادلة ونتوجه نحو رئيس لديه حل ولو أنها شرعية مهتزة ولكن نتوجه أو نتجه إلى إعادة الأمور إلى مجالها وكان من يرفض جملة وتفصيل هذه المقاربة وكما قلت مرة أخرى كان من يعادي لكن في جميع الحالات أعتقد كأستاذ وأنا لست طرفي أي هذا ولا فذاك هو لابد أن كل واحد مننا يحتكم إلى العقل يحتكم إلى القانون يحتكم إلى التبصر وطبيعة الحال لا يمكن إجراء الانتخابات في ظروف استثنائية هناك بعض المخاوف من أي انزلاق محتمل من جراء هذا التشنج البعض يشير إلى بعض حالات العنف التي مورست ضد مناصرية المترشحين ما حدث اليوم مثلا في ولاية بومرداز تم ضرب امرأة لمجرد حملها للافتة المترشح بنغرينا وأيضا في المقابل هناك اليوم فيديو مثير للجدل تم تدوير على نطاق واسع في مواقع تواصل الاجتماعي الجزائرية رجل يهدد بالسلاح معارضيه من المعارضي إجراء الانتخابات في هذا الوقت هذه كلها إشارات مخيفة عن انزلاق محتمل نحو العنف ما رأيك؟ حقيقة هذه مؤشرات أو أحداث قد تكون أحداث ربما بسيطة ولكن لديها دلالة مفادها أن الحدة مازالت مرتفعة وأن الأمور مازالت الاحتقال مازال قائم فكل ما في الأمر هو لا بد أن العقل هو الذي نرجع إلى جدد الصواب وأن المؤسس أو السلطات مطالبة بتلطيف الأجواء من خلال طبيعة الحال اعتماد سياسة الهدنة والتهادن والمرونة وخاصة إن كل ما في الأمر الآن هو قضية الاعتقالات التي ضمت أصحاب الرأي من قبل ثم الآن المعارضين فأحب أننا نمتثل إلى القانون وفي نفس الوقت أن يكون فيها احترام للقانون وفي نفس الوقت أن لا يكون فيها أي اعتقال وخاصة حتى هذه الأحداث التي وقعت هنا وهناك أو هذه بعض الاحتجاجات هي أعتقد أنها ظاهرة جديدة لأن لم تكن هذه الظاهرة قبل 20 سنة لأن الانتخابات التي وقعت من قبل كانت انتخابات مفبركة مزورة وبالتالي لا أحد كان يتجع لها الآن لأن كلنا أو سواء المترشحين أو الناخبين أنفسهم هم في حيرة من أمرهم لأن الأمور غامضة إلى حد الآن ما زلت الضبابية ما زلت ترددات بينها وذلك لماذا؟ لسبب واحد أن هذا الامتحان الانتخابي هو في أزمة حادة وبالتالي كل طرف يحاول فرض التوجه وأنا أرتقب أن الحراك سيستمر في حراكه وفي سلميته وهذا شيء جميل والانتخابات ستتم في 12 ديسمبر وبطبيعة الحال سنحتكم إلى نصيب من العقل والتريض والحكمة والمرتقب هو أن الحملة بدأت مشحونة وكملاحظ للحدث أرتقب أن في الأيام القليلة القادمة سيتم فيها تهديئة من خلال هذا المطلوب قيام بإجراءات تهديئة تلطيفية وإطلاق صراح هذا وذاك لكي نهيي لمناخ لأن الانتخاب إذا لم يكن عرس فلا داعي أن ينظم شكرا جزيلا لك دكتور العيد زغلامي المحلل السياسي كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا